مرحبا يا صديقي بهذا الفيديو رح نحكي عن موقع من ادوبي موقع قرر يدخل كمنافس جديد يتحدى ملك التصميم كانفا برايك هل سيكون ادوبي اكس بريس هو الملك ام سيبقى كانفا متربعا على العرش اليوم صديقي رح نتعرف على هذا الموقع عن كثب و رح نشوف اذا عنجد موقع كانفا بحق له يكون هو المتصدر الوحيد في عالم تصميم السوشال ميديا ام سيكون له منافسين في المستقبل الخصوصي بوجود مواقع تستخدم الاي اي اي او الذكاء الاصطناعي بالتصميم دعنا نتعرف على الموقع عن كثب اكتر مثل ما اننا شايفين هاي الواجهة الرئيسية للموقع في عنا عدة قوالب لعدة اشياء مثل ما شايفين سوشال ميديا فيديو فوتو دوكومنت وماركتنج طبعا دول اشياء موجود منهم بموقع كانفا في عنا الاداة الجديدة اللي هي جينيريت اي اي باعتد كانفا في عنده اداة جينيريت اي اي كمان ولكن داخل التصميم هون فيك تصمم بشكل خارجي اما بموقع كانفا فانت لازم تحدد التصميم وتدخل تشتغل من التصميم من الداخل حتى تبدأ تستخدم هاي الميزة خلينا نجرب نصمم اي تصميم ولكن قبل ما نجرب نصمم خلينا نتعرف على ادوات الاي اي مثل ما نرى في عنا تكستو ايميج يعني بيحول لك النص لصورة مثل ما نرى هنا مازج عم يعطيني او امثلة في عنا تكست افكتس يعني فيك تكتوب نوع الافكتس اللي بنتك يظهر داخل النص ولا حيولد لك هاد الافكتس مثل ما نرى بهذا الشكل عنا امثلة خلينا نطلع للأعلى وندخل على السوشال ميديا ونحاول نصمم تصميم بأدوات الاي اي اي خلينا نروح نصمم بوست لفيسبوك مثل ما نرى بهذا الشكل عم يفتح معنا الموقع مثل ما لكم شايفين انطقاء يفتح معي الموقع بهذا الشكل في عنا عنده ادوات على هذا الجانب خلينا نقوم شريط القوائم او هيك شي في عنا شي اسمه السيرش بهاي الاداة صديقي بتقدر تبحث عن اي شي داخل موقع سواء كان قالب او إليمنتس او عنصور او اي شي موسيقى فيديو ميديا اي شي اي شي بيفطر على بالك بتلاقي بالموقع فيك تبحث عنه من هذا المكان تضغط على سيرش فبيفتح معك الصفحة الخاصة بالبحث مثل ما لك شايفون بتعمل سيرش وتبحث او فيك تعمل فيو اول اي عنصور بالدكية سواء ان كان تيمبلت او فوتو او فيديو في عنا كتير من الادوات التانية مثل الاوديو والباكجراونس و الى اخرين في عنا صديقي التيمبلت هون هذا المكان مخصص للتمبلت الخاص ببوست الفيسبوك يعني هون في عنا ادوات او تيمبلت او قوالب خلينا نحكي بشكل افضل قوالب مخصصة حصرا لتصاميم الفيسبوك تضغط على اي تصميم وتخصصه بالشكل اللي بدك طبعا كتير الشغل سهل و كتير قريب لموقع كامفا يعني هو مماثل تماما خلينا نحكي الا في بعض الميزات خلينا نقول انه ابلود فروم ديفاي زون اذا بدي ضيف اي ميديا من الجهاز الكمبيوتر في عندي تيكست و اميج هي الميزة الجديدة نضغط على تيكست و اميج طبعا هذا الموقع فيه كمان ميديا خاصة فيه فيك تستخدمها بشكل مجاني هنا اصدقائي نحسن نختار الحجم اللي بنا نشتغل عليه بالتصميم طبعا الحجم اللي سيكون هون واحد بواحد يعني هو مربع مثل ما بنعرف في فيسبوك بيأتي حجم التصميم اللي بتبعه مربع فمنضغط عليه وهنا اصدقائي رح نضيف النص اللي بدناها و النص اللي نحاوله لصورة طبعا هون بعد ما اضفنا النص هون في عنا ادوات تايب او خلينا نقول النوع نوع المحتوى مثل ما قد بك كونتين تايب نوع المحتوى فانت بتختار النوع اللي بدكياء سواء فوتو او غرافيك او ارت بعد ما اخترنا النوع في عنا الستايل نحسن نختار عنده انواع من الستايلات في عنا عنده ستايلات فيه نختار اكتر من نوع يعني مو بس ستايل واحد او نختار اكتر من واحد فخلينا نختار احنا اي نوع ومننزل الاسفل نضغط على الجينوريت طبعا لح اروح على الترانزليت واكتب العبارة اللي بديها و اجي احصل عليها من هذا المكان هون صدقي رح ضيف نص يمثل الكعبة والحجاج بعد ما اضفت انا كل التفاصيل فانا اضغط على الجينوريت مثل ما لك شايفون رح يقترح لي اربع نتائج مثل ما لك شايفين اصدقائي اقترح لي اربع نتائج اذا ما عجبوني هذول النتائج ففيني اختار المزيد من هذا الزر واضغط على لودمور و انا رح يقترح لي مرة تانية اربع صور تانية فانا رح اختار صورة معينة من هذول الصور لو فرضنا خلينا على اي الصورة بعد هذه الصورة مناسبة و رح ارجع الوراء خطوي تمام انا احبب هي الصورة تكون عبارة عن خلفية فرح اضغط هون سيت اس بيج باكراوند فرح حولي الصورة خلفية للتصميم طبعا فيني اتحكم بالشفافية الخاصة بالصورة من هذا المكان فيني اسص الصورة من هذا المكان في حال ان تقوم الخلفية تمام في عندي ريموف باكراوند فيني شيل الخلفية الخاصة بالصورة في عندي افكتات وتحكم بالالوان وانيميشن تمام تحريكاتين طبعا فيدي صفح الموقع وتتعرف عليهم بشكل اكتر دعنا نذهب الى الايقونة اللي بعدها وهي التكست طبعا في عنا هون التكست فينا نضيف نص فينا نضيف النص جاهز باكراكات جاهزة مثل ما لك شايف بهذا المكان فين تختار انت النص الخاص بك هو عبارة عن مربع نص بتنسيق عادي وبعدين انت تنسق او تختار التنسيق اللي بدك ياه متل ما النا شايفين هادا او خلينا اقول التنسيق الخاص所 empowerux في عندك عدة تنسيقات تختار من التنسيق اللي بناسبك. فيك تختار اللون الخاص بالنص. فيك تختار مكان النص موجود بالنص بنص الإطار أو على اليمين أو على اليسار. فيك تتحكم بتكبير وتصغير الخط. كما نشايفين. فينا نختار شكل الأحرف إذا كان بدنا بهذا الشكل. أو بهذا الشكل. تختار النص اللي بده كافي تختار اللون من هذا المكان. بري هذا اللون مناسب. تمام. في عنا هون نقل أو خلينا نقول عكس النص إلى بشكل أفقي وبشكل عامودي. في عنا كوان الشفافية من هذا المكان. وفي عنا الإفكتات والشادو والأنيميشن. في عنا آخر آآ 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 آ� تصميم يخطر على بالك بسرعة فائفة دعني أحكيك هناك آخر خطوة وهي التعديل على طبقات التصميم هناك الطبقات تتحكم بالطبقات التي تريدها تنقل الطبقة بمجرد أن تتحددها بالماوس و ترفعها للأعلى أو بهذا المكان تتحدد و تنزل الأسفل بالطريقة التي تريدها فإذا كان عندك أكثر من صورة أو عندك أكثر من تصميم يمكنك تتحكم بها الطبقات من هذا المكان بشكل بسيط أعطي شي أصدقائي سنفعل تحميل الصورة من هذا المكان أتمنى لك أن يتم العمل على تحميل الصورة الخاصة بك مجرد دقائق و ستتحمل الصورة عندك فتنتظر صديقي و ستحصل على الصورة التي تريدها بكل سهولة هنا أصدقائي نكون انتهينا من شرح هذا الفيديو تمنى أن يكون عجبكم تمنى أن تجربوا الموقع و تقرروا إذا ستعملوا على هذا الموقع أو ستستمروا على الشغل بموقع Canva لكم تحياتي جميعا و إلى اللقاء بفيديو آفا قسمت شكرا